اشتركوا في القناة وداخلية النمساوي يدعو إلى تشديد مراقبة الهواتف وفاة شاب وإصابة آخرين بعد خروج سيارة عن الطريق اصطدمت بغزال افتتاحه متحف للهولوكوست في هولندا بحضور الرئيس النمساوي مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم وكل عام وأنتم بكل خير بمناسبة شهر رمضان قدم الرئيس النمساوي ألكسندر فاندان بيل بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك التهنئة للمسلمين في النمسا والعالم وعبر الرئيس في تغريدة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن تمنياته بأوقات طيبة وسلام خلال الشهر الفضيل مشددا على أهمية السلام والتعايش السلمي وأكد على أهمية الحفاظ على السلام في النمسا وختم قوله أتمنى لكم لحظات ثمينة من التأمل والتواصل السلمي فاز الحزبان الاشتراكي والشيوعي بأغلبية ساحقة في انتخابات مقاطعة سالسبورغ النمساوية بينما انحدر حزب الشعب إلى المركز الثالث وحصل الاشتراكيون على 26.2% والشيوعيون على 23.3% مما شكل تحولا تاريخيا في السياسة المحلية وحصل حزب الشعب على نسبة 20.3% فقط بينما تنافس الحزبان الحرية والخضر على مقاعد في الحكومة المحلية وفي جولة إعادة انتخابات رئيس البلدية يتنافس بيرنارد أوينجر وكاي مايكل دانكل على مقعد حاكم الولاية هددت وزارة الخزانة الأمريكية بحضر بنكرايف آيزين الدولي النمساوي بسبب تعامله مع السوق الروسية وحذرت الوزارة من الانفصال عن النظام المالي الأمريكي إذا استمر في أعماله في روسيا حيث تم مناقشة الأمر بين مسؤولي الوزارة والحكومة النمساوي في فيينا ويصر بنكرايف آيزين على عدم التعليق على المحادثات مع المسؤولين الحكوميين ويأتي تهديد الولايات المتحدة في إطار محاولتها لفرض عقوبات على الشركات الأجنبية المتعاملة مع روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا عقدت قمة في فيينا لمكافحة الإرهاب ومناقشة التحديات المتعلقة بالتطرف الإسلاموي والإرهاب بعد هجوم حماس على إسرائيل وأكد رئيس المخابرات النمساوية عمر هجاوي بيريشنار على الأثر الواسع لهذه التطورات على التطرف في أوروبا والنمسا وطالب بزيادة إمكانية مراقبة تطبيقات المراسلة وأشهد وزير الداخلية جيرهارد كارنار بنجاحات مكافحة الإرهاب وأكد على الحاجة إلى طرق تحقيق حديثة توافق المعايير الدولية مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية تستهدف الشبكات الاجتماعية والشباب في المدارس تسبب غزال في انحراف سيارة كانت تسير في منطقة بادن في النمسا السفلة ما أدى إلى وفاة الشاب وإصابة ثلاثة آخرين وخرجت السيارة عن مسارها واصطدمت بالأشجار حيث تم إنقاذ اثنين من الركاب من داخلها فيما تمكن السائق من إيقاف سيارة شرطة كانت تمر بالصدفة بعد الحادث وتم نقل الشاب إلى المستشفى وتوفي أثناء محاولة إنقاذه وادعى السائق أنه تجنب استضاما بغزال وأظهرت التحقيقات أن السيارة كانت غير مرخصة افتتح ملك هولندا والرئيس الإسرائيلي والنمساوي متحف الهولوكوست الوطني في أمستردام واستح تجاجات من جماعات مؤيدة لفلسطين وحذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرسوغ من تزايد معادات السامية ودعى ملك هولندا فيليم ألكسندر إلى الإعلان صراحة عن معارضتهم لمعادات السامية وكان من بين ضيوف الرئيس النمساوي ألكسندر فاندربيلن وسهمت ألمانيا والنمسا في تكاليف بناء المتحف في حين تظاهر أكثر من ألف شخص أمام الحفل كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا متابعينا متابعة برنامج همسات رمضانية من خلال تطبيق إنفوغراد على هواتفكم أطيب الأوقات وصيامكم مقبول بإذن الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر